بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبل قاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين لاصيما بقية الله في العرضين جلالله تعالى فرجه الشريف اللهم اخرجني من ظلمات الوهم و اكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك و انشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرخم الرحيم قلنا هناك آيات كثيرة من القرآن الكريم حول فضل العلم و أشرنا إلى بعض تلك الآيات بعد ذلك الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه يأتي بالأحادیث بعد القرآن الكريم و يأتي بالأحادیث الشريف حول العلم اولا يبدأ بالأحادیث عن طرق العام بعد ذلك عن طرق الخاص يعني طرق الشيعة الآن عن طرق الخوان السنة فصل فيما رضي عن النبی صلى الله عليه و آله في فضل العلم هناك روايات كثيرة و يذكر و يشير لبعض اما السنة فهي في ذلك كثيرتون تنبو عن الحاس يعني فوق ما يمكنن يحسر فمنها قول النبی صلى الله عليه و آله من يرد الله بهي خیران يفقهه في الدين و هذا الحديث موجود في صحيح البخاري في سنن ابن ماجه سنن ترمذي سنن دارمي و كتب أخرى بس من السحا يوجد في البخاري و ابن ماجه و ترمذي و دارمي إذا الله سبحانه وتعالى يرد و شخص خیران لا يؤتيه به ضرور المال لا يؤتيه به ضرور مثلا بيتا كبيرا نعم هذا يمكن أن يحدث لمن يريد الله بهي خیران ولكن أهم شيء هو أن يحصل له معرفة والمعرفة تحتاج إلى أي شيء إلى التفقه في الدين فمن الأمور التي تحدث للأشخاص الذين الله سبحانه وتعالى يحبهم و يريد بهم الخير بشكل إضافي يعني هم يستحقون للعناية زائدة من الله سبحانه وتعالى هو أن يفقههم في الدين به نعمة عظيمة جدا الرواية الثانية رواية معروفة طلب العلم فريضة على كل مسلم في بعض المصادر ولكن حتى العلم يكون و مسلمة يشمول الرجال والنساء من باب تغلیب باب في القواعد العربية يعني أيضا نذكر وصفاً و ضميراً الجمع المذاكر يمكن أن يشمول كل رجال والنساء هذه الرواية في سنن ابن ماجه و في أيضا مجمع الزوائد و أيضا في كتب شئية مثل الكافية طلب العلم فريضة على كل مسلم واجب يتوقع من كل مسلم أن يكون في حالة طلب العلم هذا ليس شيئاً مستحباً هذا شيئاً لازم فريضة الحديث الآخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب هذا الحديث من طلب علماً فأدركه يعني إذا كنت طالب العلم و الله سبحانه وتعالى وفقك لأجر أن تواصل عمرك كان كافياً لأجر أن تكون في حالة الدراسة والتلب وحصلت على مبلغ من العلم فأدركه يعني أدرك العلم حصل على العلم كتب الله له كفلين من العجر يعني سحمين من العجر صحمن للطلب وصحمن لأنه أصبح عالماً ولكن من ذهب لطلب العلم وتوفي بسبب مثلاً مرض وشيء هل يكون محروماً من أبل ما؟ لا ومن طلب علماً فلم يدركه كتب الله له كفلين من العجر هذا الشخص يحصل على الأقل على صحمن وحسة من العجر وقوله صلى الله عليه وآله هذا الحديث رأي جداً كل هذا الحديث رأي جداً هذا رأي جداً من أحب أن ينظر إلى أتقاء الله من النار فَلْيَنْظُرُ الْمُتَعَلَّمِينَ الله يُعْتَقُ الْمُتَعَلِّمِينَ على صبيل النجاة من النار فَبَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِن مُتَعْلِّمٍ يَخْتَلِفُ إِلَى بَابِ الْعَالِمِ يَصَبَ الْبَابِ الْعَالِمِ يَصَبَ بِيَدِ الْعَالِمِ الْمَدْرَسِ الَّذِي عَالِمِ يُدَرَّسُ فِي إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَّهُ بِكُلِّ قَدَمٍ عِبَادَتَ السَّنَةٍ وَبَنَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ قَدَمٍ مَدِينَةً فِي الجنَّة لأن العدو والرئيسي للإنسان هو الجحل الشيطان عن طريق الجحل يستطيع يغذي طبعا جحل ربما يوجد في العلماء ايزا ربعالم قتله جحله و علمه ماهولا فالعجزالك أقول المتعلم على سبيل النجا يعني الإنسان الذي يستفيد من العلم ليس فقط يجمع العلم زيف العلم إلى العلم ولا يعمل وفقا للعلم هذا وجاهد الشخص الذي يكون على علم و معرفة و يستفيد و يعمل وفقا هذا الشيطان لا يستطيع يغذيه فعلينا أن نتعلم علينا أن نقترب من العلماء علينا أن نستفيد الكتب نكتب نتذاكر كل شيء يوفق في هذا المجال شيء مبارك و يمشي على الأرض و هي تستغفره لها الأرض تستغفره لطالب العلم الذي يذب الله استاذهي لها دروس و يمسي و يصبح مغفورا له إذا حدث شيء من يغفر له ربما على الأقل مرتان في الصباح و المساء طبعا هذا ليس لمن يسر على الخطأ هذا الشخص الذي يكون متعلما في سبيل الله يريد أن يقترب من الله سبحانه وتعالى و ربما يحدث منه بعض الأخطاء و علي يجب أن يستغفر علي يجب أن تتدارك القواعد العامة تجري ولكن هناك مجال كبير للمغفر من الله سبحانه وتعالى حتى إذا هو الله ينتبه ربما الله يغفر له و شهدت الملائكة أنهم أتقاء الله من النار ربما هذا يعني الملائكة يستطيعون أن يدركوا أن هذا الشخص أتقاء من النار و بسبب أن الألائم و آثار المغفر و ظاهرة الملائكة تستطيع تشهد إن شاء الله رزقنا الله أن نكون من طلاب العلم قوله صلى الله عليه و آله من طلب العلم فهو كساء من نهاره القائمة ليلة مجرد طلب العلم هذا الشخص طالب العلم يأتي بالواجبات ربما لا يسوم مثلا سوم مستحب ربما لا يتحجد بالليل لكن إذا كان جديا إذا كانش يعني مهتما بطلب العلم دنية صحيحة الله سبحانه وتعالى يحتسبه كمن يسوم كمن يتحجد بالله طبعا إذا طالب العلم يستطيع أن يتهجد يكون أكثر يكون أفضل ولكن إذا ما استطاع كان تعبان أو أي شيء طلب العلم أفضل يعني لو كان الأمر دائرا بين الشيئين إما أن تتهجد بالليل أو تطلب العلم طلب العلم أفضل ولكن لماذا تكتفي بواحد أطلب العلم وتهجد بالليل كرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان طالبا الله سبحانه وتعالى قل رب زدني علما ودائما كان يسأل الله سبحانه وتعالى العلم وإذا كان يتهجد وإن بابا من العلم يتعلمه الرجول خير له من أن يكون أبو قبيس ذهبا فأنفقه في سبيل الله رجل افترضوا له من المال مثل جبل أبو قبيس في مك عادة لا يوجد عندنا هذا المقدار من المال ولكن افترضوا شخصا عنده هذا المقدار من المال وافترضوا أيضا هو عنده توفيق لأن هناك كثير من الناس عندهم مال ولكن ليس عندهم توفيق للإنفاق عنده مال وهو موفق للإنفاق وكل إنفاقه في سبيل الله ليس في سبيل شيطان ليس في سبيل حب الجاه حب الشهرة كل شيء أيضا في سبيل الله يقول حتى هذا الشخص الذي ينفق في سبيل الله جبل أبو قبيس من الذهب ليس مثل من يحصل على باب من العلم أنا أفهم من باب من العلم يعني كمية من العلم لا بأس به ها ربما ما أفهم مثلا مجتهدن و فیلسوفن ولكن حسلا على كمية لا بأس به ها من العلم يمكن أن يستفيد لأنه ربما على الإنسان مثلا يعقص درسا و درساين و سلاة دروس لا يفيد كثيرا لا بأس ولكن يجب أن يواصل الله يعقص على كمية لا باب من العلم حقل علمي مثلا أنا بابا من العلم يتعلمه الرجل خير له من أن يكون أبو قبيس ذهبا فأنفقه في سبيل الله هذا في تفسير كبير الفخر الدين الراضي و قوله صلى الله عليه و آله من جاءه الموت و هو يطلب العلم ليحي به الإسلام كان بينه وبين الأنبیاء درجة واحدة في الجنة هذا للطالب العلم ليس للعلماء العلماء ورثة الأنبیاء العلماء ومناء الرسول علماء ومتي أفضل من أنبیاء بني إسرائيل أما طالب العلم أيضا يكون في مقام رفیب يقول يكون دون الأنبیاء بدرجة واحدة يعني الأنبیاء فوق طالب العلم العلماء ربما في حد بعض الأنبیاء وربما أفضل من بعض الأنبیاء ليس من كل الأنبیاء ولكن من بعض الأنبیاء أما طالب العلم الذي نيته العمل والإحياء الإسلام لأن الإسلام لا يحيا إلا بالعلم الإسلام ليس مسألة مادية إحياء الإسلام ليس بالأبنية نعم إذا عندنا أبنية تفيد ولكن ربما عندنا أفضل الأنبیاء أبنية في العالم أفضل المساجد أفضل المدارس أفضل مثلا أماكن الدينية ولكن الإسلام ربما مات كما كان في أحد بعض الخلفاء هكذا كانوا يبنون أفضل القصور أفضل المساجد مطاحب مكتبات ولكن الإسلام كان ميتا حيات الإسلام بالعلم بالمعرفة من يستطيع أن يحيا الإسلام من عندهم العلم والمعرفة بالإسلام من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيا به الإسلام كان بينه وبين الأنبیاء درجة واحدة يعني هو دون الأنبیاء بدرجة يعني يكون تالي تلو الأنبیاء المسألة أن يكون الإنسان طالبا حقيقيا و يكون نيته التقرب من الله و إحيا الدين و قوله صلى الله عليه و آله فضل العالم على العابد سبعون درجة العابد إنسان شريف جدا افترضو هناك شخص من في العالم اليوم يكون عابدن لله سبحانه يعني يرتكب و معاصي أصلا و عبدا لا يرتكب يضي وقته في طلب الدنيا لا هو مهتم بالعباد العابد ها كذا العابد لا يسا من يصلی مثلا سبع شركة العابد يعني يقضي عمره في العباد يعني مكان رائع جدا ولكن العالم يفضل على العابد ليس بقدر يسير يفضل بكثير فضل العالم على العابد سبعون درجة بين كل درجتين حضر الفرس سبعين آمم سبعون درجة و كل درجة افترضو الفرس يمشي سبعين سنه هنا يقول في نسخ المعتمدته مخطوطها و مطبوعها سبعين بدل سبعون ولكن لعل السواب سبعون لأنه يجب أن يكون مرفوعا خب إذا نريد أن نفهم هذه المصافة بالأمور المادية يمكن أن نقارن المصافة بمسيرة التي الفرس يقضي في سبعين آم هذا لدرجة واحدة ولكن قلنا سبعون درجة لماذا؟ لماذا هذا التركيز هذا اهتمام بالعلم لأن الشيطان يضع البدعة للناس شيطان دائما يحاول أن ينشر البدعة حتى الناس لا يبقون على الصلاة المستقيم على الأقائد السليمة الأفعال السحيحة شيطان يريد أن يغضي الناس و من طرق التي ينهجها الشيطان نشر البدع فيو بسر الحال فيو زيلها والعابد يقبل على عبادته عابد اصلاً ربما لا يرتفت و إلى هذا الأمور مشغول بالعبادة إذا هناك مشاكل الشباب مثلاً غير شباب الآن يتحيرون أو يتأثرون فالعابد فضل العالم على العابد كَفَضْلِي عَلَى في كتاب العلم أَدْنَا كُنْ مثلاً أَدْنَا كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَا كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَا كَفَضْلِي عَلَى يُرْشِد أَدْنَا كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَا كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَا كَفَضْلِي عَلَى وَإِذَنَا أَنْ نُسَاعِد مَنْ يَكُونَ مُشْتَغِلًا بِالْعِلْمِ نَدْعُو لَهُمْ على الأقل يمكن ندعو لهم نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقهم في طلبهم للعلم ونشرهم للعلم وبأي شيء لأن العلم محبوب لله سبحانه وتعالى إن الله يحب بغاة العلم الله سبحانه وتعالى يحب طلاب العلم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرسل صلواته على كل معلمين معلمي الناس الخير من العلماء كل أساتذتنا وأن يوافقنا إذن أن نكون في حال التلب العلم إلى آخر لحظة من حياتنا والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد والمحمد يزاكم الله خيرا شيخنا الكريم الله حافظكم إن شاء الله يزاكم الله مفضل الأخوة والأخوات إذا هناك أي سؤال تفضلوا الحمد لله كل شيء كان واضح شيخنا الكريم لتتفضلون بالدعاء إن شاء الله وأرجو أن مزاكرة ومباحثة